هلو ماي دير ستوتينت هاواريو توداي ام ميس نادية اعزائي تلاميذ السادس الابتدائي اليوم راح يكون درسنا عن حروف الجر اللي موجود في صفحة تن بيج تن ادنا هذه الحروف الجر الثلاثة كيف نستخدمها طبعا ان نستخدمها في الاماكن المغلقة التي لها سقف وجدران ناخذ امثلة مثلا اما اون فتستخدم في الاماكن المفتوحة مثل اما ات فتستخدم مع هوم مع سكول ومع التايم اللي هو الوقت مثلا هنا ناخذ مثال ات 7.30 ناخد تطبيق عليه التمرين اقرأ وكمل الجمل لانو راستورانت مكان مغلق فاحنا نستخدم ان فإذن مكان مغلق فنستخدم ان وسام's grandfather is a farmer he works on a farm ادنا جد وسام هو يعمل مزارع في مزرعة والمزرعة مكان مفتوح فنستخدم ان هل اباك يعمل في مكتب المكتب مكان مغلق فنستخدم ان ابن عمه يشتغل او يقود الباص فهو اين يعمل اكيد في الشوارع ومكان مفتوح فنستخدم ان a house five works at home اين تعمل ربة المنزل تعمل في البيت فنستخدم معها آد حسب القاعدة اوكي ناخذ كتاب النشاط ايضا تطبيق على حروف الجر وما هو العمل complete the sentences and write the jobs اكمل الجمل واكتب المهن this person works in a hospital hospital من هو اللي يعمل في الهوسبتال اكيد doctor this person works at home من يعمل في البيت housewife this person works on the roads من يعمل في الشوارع bus driver this person work in an office من يعمل بالاوفيس اي تبروغرامر اذا هذا التمرين في تطبيق على حروف الجر وما هي المهنة قبل انتقل للتمرين الاخر ملاحظة الكلمات التي تنتهي اي ار وردز and or وردز make the same sound الكلمات التي تنتهي في يعني اي ار او 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 راح تكون نفس الصوت يعني ما نختلف ما تختلف يعني اذا كان نهايتها اي ار او 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 ار يكون نفس اللفظ doctor builder farmer driver teacher waiter اي تبروغرامر sister brother mother and father اوكي ناخذ التمرين الاخير تمرين بي what's my job ايضا احنانا يصف صفات معينة لكل مهنة وعليك ان تعرف ما هي هذه المهنة i usually wear a white coat انا عادة ألبس الكوت الابيض and use a stethoscope واستخدم السماعة هذه i look after patients انا اراعي المرضى i work in a big building with lots of people واعمل في بناية كبيرة مع الكثير من الناس who do the same job الذين يعملون نفس العمل and with lots of nurses والكثير من الممرضات two ايضا فاكيد راح يكون doctor two i usually wear a hard hat انا عادة ارتدي الخوذة المعدنية these hats are usually yellow وتكون لونها أصفر my work is hard عملي صعب and i must be strong وعليا اكون قوي i need lots of tools sorry i need lots of tools احتاج الكثير من الادوات for this job لهذا العمل اذا من انا اكيد راح يكون engineer three i usually work outside i like both sunny and rainy weather انا عادة اعمل في الخارج واحب الجو المشمس والممطر okay i drive a tractor tractor اللي هو جرار الزراعي اسوق او اقود جرار الزراعي and use it for working in the farm or in the fields استخدمة للعمل في الحقول to grow things لإنبات النباتات طبعا i also have animals ولدي حيوانات ايضا my animals are cows sheep حيواناتي تكون هي البقر والخراف and hens والدجاج من اكون اكيد راح يكون الفارمر number four i work in a place where there are lots of people talking انا اعمل في مكان يكون فيه الكثير من الناس يتحدثون eating يأكلون and drinking يشربون i carry food احمل الطعام and drinks والمشروبات on trays في صواني ok to the tables يعني اوصلها ل the tables i clean the tables وانظف the tables too and then i set them with the knives forks spoons and napkins انظف الطاولة و اجهزها بالشوك والمعالق والمحارم for the next customer للزبون القادم من انا اكيد راح يكون الويتر نانا راح يكون طبعا الويتر عزائي تلاميذ السادس الابتدائي هكذا ينتهي درسنا لهذا اليوم thank you good bye